أهلا بحضراتكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة التوسع في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بما يعظم العوائد الاقتصادية والبيئية جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير البترول لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وأكد مدبولي ضرورة التنصيق المستمر بما يحقق مستهدفات تلك المبادرة في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة البيئية مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تدليل أي معويقات أو تحديات قد تواجه هذا المشروع